هو الخوف والهلع ما تتركه هذه الأنفاق التي لا يدري سوى ساكنيها ما الذي يجري فيها يتنقلون بصمت تحت ركام مدينة أعجزت من كانوا يصفون أنفسهم بالجيش الذي لا يقهر أكثر من سبعين يوماً ولا يزال جيش الاحتلال عاجزاً عن فك طلاسم أنفاق كان يعتقد أنها بدائية لكن سرعان ما أدرك تطور تقنيات حفرها في شبكة يقال إنها مدينة تحت مدينة وتنقل صحيفة ورستري جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الجيش الإسرائيلي بدأ بضخ مياه البحر في الأنفاق في غزة في فكرة يراغا جيداً وعلى الجانب الآخر يرى خبراء ومحللون عسكريون أن هذه الفكرة لن تقضي على هذا السلاح الفريد الذي أوجدته المقاومة الفلسطينية ولن تقضي كما يشتهي إلى انهيارات بالتربة مع تدعيم الأنفاق وعدم انتظامها بدائرة واحدة مع عزل مقاومة الأنفاق الرئيسة خمسة عشر عاماً يحاول الكيان المحتل عبثاً النيل من هذه الأنفاق التي تلعب اليوم دوراً مهماً يمنع احتلال غزة وتثبيت القوات الغازية فيها ويشير قادة في حماس إلى أنها أخذت منذ البداية كل التدابير والاعتبارات لمنع الأضرار التي يمكن أن تلحق بالأنفاق على الجانب الآخر ينظر خبراء بالبيئة إلى أن فكرة الاحتلال بضخ مياه البحر في الأنفاق فكرة مجنونة ستجعل من القطاع منطقة غير قابلة للعيش حتى مئة عام عسكرياً تشير صحيفة التايمز البريطانية إلى أنه لم يسبق لجيش أن أعد نفسه للقتال بالكامل تحت الأرض كما فعلت حماس التي أثبتت أن ما روته مراراً عن أنفاقها كان أقل من الحقيقة هذه الحقيقة يبدو أنها تضاف إلى حقائق أخرى يعجز الاحتلال في غزة عن طمسها أو تغيير معادلاتها على الأرض في ظل مقاومة تدرك تماماً أن قوات الاحتلال لن تستطيع مسك الأرض لمدة كبيرة وأن تفويتها اكتشاف مدخل نفق يعني هجمات خاطفة سترفع من أعداد القتلى من الضباط والجنود الصهاين الذين لطالما ظنوا أن حربهم على غزة ستكون رحلة سخلة لكنها تحولت إلى أنفاق رعب لا يستطيعون الخروج منها الله أكبر والله الحم ترجمة نانسي قنقر